اندلعت في الضفة الغربية فجر اليوم مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية بيت سيرة غرب رامالة وافادت مصادر محلية باقتحام عدد من المركبات العسكرية القرية حيث دارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العرب شمال الخليل كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدتية العساوية شمال القدس وكفر قدوم شرق قلقيلية وقرى غرب الجنين بتزامن مع اقتحامها قرية جلبون شمال شرق المحافظة وسط حملات تمشيط وتفتيش واسعة للمنازل